اليوم سنقدم لكم واحد طاجين الاغلبية المغربة كي يعملوه وبشكل يومي الطاجين كي تكون من الحم بطاطا وخيزو وكنضن هاد الخضر هدي عزيزة بزاف على الناس يحتاجوا الحم على حسب الافراد اللي عندنا الملح بزار سكنجبير وخرقون بلدي بصلة مشلدة صغيرة وبصلة مش ننفة بطاطا مقطعة خيزو منقي ومقطع بشكل طولي كناخدو اللحم مع الزيت والبصلة مقطعة صغيرة والتوابل اللي هي الملح يبزار سكنجبير وخرقون بلدي كنخليهم كيتشحروا واحد عشر ديال دقيق حتى كيشرب اللحم مزيان من العطرية وكنزيدوا قزبور مع الدنس هنا كنا في خرجة ما كانش الوقت باش نقطع القزبور رميته كيما هو إلا كنا في الدار كنقطعه يعني تقريبا واحد ججل مع القزبور مع الدنس كنخليه كيتشحر مزيان كيما قلنا تقريبا عشر ديال دقيق كما كتفوت عشر ديال دقيق كنزيدوا البصلة كنزيدوا على الكوكوت ديالنا كنزيدوا لها كس ديال الماء طيب كنزيدوا على الكوكوت ما اللي كتقرب كيقرب الحمي طيب تقريبا بعد واحد ثلاثين دقيقة كنزيدوا الخضر اللي هي خيزو وبتاتا وكنزيدوا الكوكوت مرة أخرى او لك طاجين يعني تقريبا هاد الخضر كتحتاج عشرين دقيقة باش طيب من اللي كتوجد المرقة ديالنا وتقريبا قبل تقديم بعشرة ديال دقيق كنزيدوا زيتون كنزيدوا فلفل حار كنزيدوا حمض مصير وكنقدموا المرقة ديالنا بصحة ورحة مرحة نزيدوا حرف نزيدوا حرف ها ترجمة نانسي قنقر